هنروح طبعا لفريق كرة السلة رجال وزا ما قلت لحضراتكم في الخبر الأولاني بيستعد لبطولة العالم للأندية في سنغافورة اللي بيشارك فيها الأول مرة كبطل أفريقيا بعد فوزه ببطولة البسكتبول أفريكا ليج أو البال في نسختها التالتة طبعا كان مهم جدا لقب الأفريقي كان معنى أهاب أمين عبر الهاتف في الحلقة اللي فاتت وقال إن أحد طموحاته أن ياخد مداليا في بطولة العالم وليه لا اللي ما نحلمش آه عندنا مطشين مهمين مع بطل في المجموعة مع بطل الجي ليج أحد أقوى الدوريات في أمريكا بعد الان بيه لم يكن الأقوى على الإطلاق بعد الان بيه وخلينا أقول لكم إن الجي ليج ده كل لعبة الان بيه والدرافتس وأفضل لعبة في العالم بيلعبه وأضيف كمان أوزيتكم يعني من الشعر بيت زي ما بيقولوا وإحنا عندنا لعب من النادي الأهلي بيلعب في الجي ليج وهو عبدالله ناصر لعب الشباب في النادي الأهلي ولعب منتخب مصر الكبير ولعب منتخب مصر الشباب ولعب ثلاثة مع منتخب مصر ولعب النادي الأهلي ولعب نادي الشمس السابق تم اختياره في أحد الأندية في الجيليج يلعب معهم الموسم كاملة مش بس يشارك معهم في السمرليج ولكن اختروا كمان يلعب معهم الجيليج كثالث مصري في التاريخ يلعب هذا الدوري الجيليج طيب مباراتنا مع بطل الجيليج هتكون صعبة بس بطل البرازيل حقيقة ما نعرفش اوي مستوى يمكن اخر بطولات كان بلعب فيها كان بيبقى فريق محترم وقاوي ولكن زي ما شفته كأس العالم منتخب مصر كان قريب جدا من المنتخبات الكبيرة فاذا ليه ما نحلمش ليه ما يبقاش اول مشاركة لنا لو كسبنا مباراة واحدة يكون كفيلة انها ادخلنا المربع وان شاء الله نكون واخدين مدلالي لا النادي الاهلي ما اعرفش المستحيل اكيد الكلام ده يعني مش صعب على الفريق ولكن ان شاء الله مع المشاركات المتعددة سواء للفرق الجماعية كلها اكيد في بطولات العالم هتكون حاجة جيد النادي الاهلي هو النادي الوحيد في العالم هذا الموسم اللي هشارك في ثلاث بطولات عالم لفرق جماعية كرة القدم في المملكة العربية السعودية عندك كمان كأس العالم لكرة السلة في سنغافورة عندك كمان بطولة العالم لكرة اليد والتي هتتلاقي في مدينة الدمام ان شاء الله بالمملكة العربية السعودية طيب المباراة أو بطولة العالم للأندية هتتلاعب كمان 8 أيام بالضبط إن شاء الله وهي بتتسمى الانتر كونتيننتل وهتتلاعب من 21 لـ 24 سبتمبر بس الفريق كلها يومين 3 وهيسافر بإذن الله وبعدها هيكون طبعا زي ما قلت لحضراتكم بطولة عربية المهمة اللي هيكون من 1 أكتوبر أو من 1 أكتوبر لغاية 10 أكتوبر اللي جاي الأهل هيكون عنده مهمة صعبة جدا في مونديال الأندية زي ما قلت لحضراتكم لأنها هيلاعب فرقتين تقال إيجينة الأمريكي بطل الجيليج وفرانكا البرازيلي بطل كوبا أمريكا أما البطولة العربية القرع ما تعملتش الحقيقة حتى الآن طب ليه ما بتتعملش بتتعمل بعد تأكيد الفرق مشاركتها من عدمه نتمنى طبعا لفريق كرة السلة وده طبعا من الفوتو سيشن اللي تعمل الفريق بعد يعني لقبه أو بعد الخمس ألقاب اللي أخدهم هذا الموسم نتمنى لهم أكيد كل التوفير مستر جوستي بوش رفع الأحمال بيتمرن التالت لعيب المحترفين موجودين اللي هيلعبه يعني يمكن بطولة العالم وهيلعبه بطولة عربية يعني عمر عبادة اللعب المحترف التونسي هيلعب معنا بطولة عربية وهيلعب معنا أيضا بطولة العالم فالتشكيل هيبقى ثابت يمكن شهر قدام أو شهرين قدام ترجمة نانسي قنقر